مرحبا رحيم هنا نحكي عن الجزء الثاني من ماندة الاتكس هلنح نحكي بشكل اساس عن والبحث عن بالفهو بتنشير الاجتماعية انا بابا اما في هذا الاجتماعي حتى تشعر افكار اما عنده عادات اما هو عنده تقاليد و جدا و اما كان عندها كار عادات وتقاليد افكر كلها تتاهمين والبكرة وأنا بكرة بنقول لها الأحفاد و هكذا فهي عبارة عن lifelong process lifelong process يعني هي عملية مستمرة فكرة انه التنشر الاجتماعية كل جيل بيرب الجيل التاني يعني الجيل اللي رح يجي بعدي هيك الفكرة lifelong process of inheriting and disseminating norms اللي هي احنا من خلال هاي التنشر الاجتماعية رح نورث تمام and disseminating نشر نشر ايش بالزبط ننشر الاعراف اللي هي norms customs معناها اللي هي العادات العادات ثالث اشي الافكار الافكار مثلا ممكن تلاحظ انه والله يحكي لك هاد الشاب نفس نفس اطباع مثلا والده تمام فهيك الفكرة فانه هي عبارة عن نقل حكينا ايضا اول اشي هي عبارة عن life هي عبارة عن lifelong process of inheriting and disseminating النشر اللي هي الاعراف تمام والعادات والأفكار providing an individual with the skills and habits انا من خلالها هاد الافكار والعادات كلها تبتعطي للشخص ايش مهارة مهارات وتكسبه العادات هاي المهارات والعادات اللي هي اصلا مهمة عشان يتفاعل مع مجتمعه يتفاعل مع الناس اللي حيتعامل معها بس يكبر يتفاعل مع المرضى يعني احنا كمسلا طبيب رح تفاعل مع المرضى من خلال شو؟ من خلال اللي هي فكرة التنشئ الاجتماعي الاساسا والعادات والتقاليد والاشياء الموجودة عنده تمام؟ تمام فهي الفكرة providing an individual سوري هلا طبعا هاده اشي كتير مهم انه احفظه تمام؟ لانه بكرة الدكتور بتحكي لك شو تعريف بالانتحان فلازم انا اكون فهميته وحفظيته تمام؟ وبتخيل يعني احنا نحاول نفهمها بمبدأ الفلسفة بعدا نحفظها يعني هلأ هاي اول تعريف اعطاني اياها تاني تعريف تاني للسوشاليزيشن بالتالي هي الوسيلة الوسيلة اللي من خلالها يعني هي الوسيلة اللي من خلالها من حق انه فيه جد مجتمع فيه علاقات بالمجتمع نقدر نتبادل ثقافات في المجتمع بناء على شو؟ بناء على هاي اللي هي تنشئ بناء على العادات والتقاليد الموجودة عندك اذا هي الوسيلة استمرارية ايش عندي الثقافات الثقافات والمجتمع عثنا انه يستمر يعني استمرارية هاي المجتمعات والثقافات من خلال اني انا يعني احنا فعلينا من خلالها انا حكيت انه هي ممكن للجد يعطي الابن والابن يعطي الحفيظ نفس الافكار نفس المبادئ نفس العادات فهي من خلال يعني تشمل تشمل ايش؟ نقل نقل شو اللي هي القيم الافكار او المعتقدات والاتيتيوت اللي هي المواقف تمام؟ تمام هزا احنا لتنشئ الاجتماعية في عنا نوعين في عنا نوع برايمري وفي عنا نوع سكندري تمام؟ 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 هلا احنا زي ما حكيت انه سلوكك وانت طفل مش زي سلوكك وانت مسلا بعمر العشرين مش زي سلوكك وانت بعمر الاربين نفس الفكرة التنشئ الاجتماعية تنشئتك وانت صغير مش راح تكون نفس تنشئتك وانت كبير فالتنشئ الاجتماعية فين؟ برايمري برايمري اسمها اشي اساسي اول هي اللي هي بتصير في مرحلة متقدمة من حياتك تمام؟ ايه سوري في مرحلة مبكرة من حياتك مبكرة يعني وانت بايبي تمام؟ انت مش بايبي يعني انت طفل يعني اوكي فهاي الفكرة تمام هلأ بحكي لي for a child is very important because it sets the groundwork for the future social هلأ هي مهمة للطفل تمام زي ما انا حكيت قبل شوي هي مهمة للطفل is very important ليش? because it sets the groundwork for the future social لأيان انت هيك بتمهد له قاعد الطريق له قدامه لل يعني بصير انه هو عنده اساس ماشي وبصير يبني عليه هلأ قدام اوكي فهاي الجملة بتوضح لي شكلة بتوضح لي انه فعليا الطفل لما يتعلم المواقف او الاخلاق او القيم او حتى تصرفاته هو بناء بياخدها من الناس يعني من الناس معينة بيكي لأفراد هدول الافراد يعتبروا هم يعني اعضاء مثلا لنحكي او افراد يعني يعني الناس من ضمن ثقافة معينة تمام لانه لسه ما بيكون طلع على الجو العام هو لسه محاط بكم حدا من اهله تمام وبتأثر فيهم فهاي الفكرة انه بيكون هدول بتأثر يعني بثقافة معينة هلأ it's mainly influence هي حتى نفس الكلام بيثبت لي اياه هون it's mainly influence تتأثر بشكل اساسي by the immediate family and friends يعني لساته طفل فيدوب بتأثر بعيلته اولا طمعا بعدين اصحابه يعني الناس المقربين عليه هلأ the child absorbed beliefs and values of parents وهي مهمة كتير يعني احنا بنلاحظ حتى دائما الطفل وهو صغير بيكون يتصرف نفس التصرفات الاهل او بياخد تصرفاته مواقفه من الاهل مثلا الام بتكون تحكي للطفل ماما هادر اشي ما بيسير ماما هادر اشي بيسير وهي فبناء على هاي الحقيقي هي هيك بتربيه او عم تعمله تنشئة بناء عمين بناء على هي مثلا شو ما اخد افكار وشو ما اخد عادات شو ما اخد الدقالية وهي الفكرة فchild absorb absorb يمتص او بياخد ال beliefs اللي هي الافكار وال values من الاهل ال parents اللي هم الاهل هاي بالنسبة لمن بالنسبة لل primary socialization لانعرف انه هي بتصير في مرحلة مبكرة وهاي socialization كتير مهمة لانه هي بتعطي يعني هي تنشئة اللي بتنبق الاساس هي القواعد لنا هي الاساسية اللي بنبنى عليها بعدين افكاره وعداته تقاليده وهكا يعني انه هي بتتأثر بيكونوا بنتأثرين بفئة معينة اليوم الفئة المقربة منهم هاد الاشي بيكون يعني برجع لparticular culture لثقافة معينة لانه هو لسه ما اطلع على على الجو العام هلا secondary socialization it refers to process to the process of learning what's the appropriate behavior as a member of a smaller group within the large society فهاي اول فروقات يعني نحن لاحظ انه هون شو بحكي لي بحكي لي هون هي process اني انا اتعلم of learning what's the appropriate behavior شو التصرف المناسب اوكي as a member of a smaller group within the large within the larger society شو التصرف المناسب اللي انا ممكن اتصرفه اوكي وما بكون انا لساتني بس ضمن جو العيلة لا لا انا هون بطلع على مثلا على شغلي مثلا على شغل كبير واسع مثلا انه مثلا مهنة الطب يعني انت بتتعامل مع كتير جروبات كتير فئات من المجتمع فهون انت هون بصير عندك تنشئ اجتماعية يعني بتتعلم من المواقف اللي قاعدة عم بتصير معك مش حد عم بيعلمك لا هي المواقف نفسها البيئات اللي انت عم بتتعامل معها ينفسك ما بتصير تحكس ع شخصيتك فهاي الفكرة الفكرة انه هون انا بتعامل مع larger society secondary socialization take place outside the home هاي مهم يعني احنا حكينا هناك كان عني significant هون كنا نحكي انه بتاثر بالبيرنس ميلي يعني رح نلاحظ بتاثر بالبيرنس بينما هون لا انا هون صرت بره للهوم يعني بره البيت انا هون بتاثر في ناس بره البلد it's where children and adults learn how to act in a way that's appropriate for the situations they are in هون انا بصير يعني بصير انه نفس ما انا حكيت لكم يعني بصير الفكرة انه انا حسب المدرسة اللي انا فيها حسب الجامعة اللي انا فيها حسب الشغل اللي انا بشتغل فيه انا قاعد عم بكتسب صفات او عم بكتسب عدد تقليل it's where children and adults learn how to act كيف يتفاعلوا بالطريقة المناسبة لمن لا الموقف اللي هم محطوطين فيه المكان اللي هم فيه يعني اكيد تصرفاتك بالشغل مش رح تكون نفس تصرفاتك مع عيلتك اكيد فهي هاي الفكرة هون بصير انا secondary socialization بينما فو شو حكينا هون حكينا انه لا هي بتكون اه يعني هي بتكون متأثرة بالبيرنس اكتر اشي بتكون متأثرة بانت بتتعلم حسب اهلك شو بعلموك حسب الاكتر اشي مقرب لالك اصحابك وانت بمرحلة الطفولة هون انت بتتعلمي هذيك ال primary socializations هلا it's the process of internalization and absorption of various ethical beliefs later in life فهي هي عملية اللي انت من خلالها بتصير في عندي تبادل اوكي اه وانك بتحاول تستوعبي القيم والاخلق والbeliefs مؤخرا في حياتك مثل العمل او اه في ال school or work انت هون ما بتتعلمي من اهلك بال primary انا نحكي الاهل الاساس هديك في ال primary تمام في ال primary بينما هون لا انا بحكي لك حسب حياتك حسب المكان اللي انت فيه رح تبلش عندك تصير اه افكار وقيم اه مش عم بتكتسبيها من اهلك لا انت بتكتسبيها من المكان اللي انت موجود فيه ان كان work او school طبعا رح ننتبه لشغلة مهمة انه هون فوق هون هي هيك بالزبط هيك هلأ هون بال primary كل انا شو نحكي بدي اكتب لكم حتى بلون يعني مميز لون الاحمر نختار هلأ هون حكينا انه الطفل تمام قاعد عم بياخد معتقداته والقيم من وين من الاهل بس كنا انا سميناها significant others تمام هون طبعا انا حكيت لكم انه نحدده بلون هلأ هون فكرة انه significant others ايش يعني اصدي انه هون ناس محددة significant هون رح نحكي انه ناس محددة اللي هم العيلة اللي هو قاعد عم بياخد منهم ال values او beliefs بينما هون السكندري لا هو بياخد generalized ناس عامة يعني مش ناس محددة انا عم باخد منهم هاي القيم ممكن شغلي ممكن الناس اللي بشتغل معهم ممكن المدرسة اللي انا فيها طبعا فهاي الفكرة يعني هلأ ان شاء الله يعني حاول اعملكم جدول ونقدر من خلاله نفرق بين يعني بطريقة ارتب من هيك ان شاء الله تمام هلأ هون اه هلأ بحكي لانه يعني اكيد بالبيت الام بتكون مربي الطفل على مبادئ معينة تمام او على تصرفات معينة تمام هاد الحكي وين في البيت بينما بس يدخل المدرسة لا المدرسة بتكون حطة الها قواعد خاصة فالفكرة هون شو بحكي المدرسة بتحتاج تصرف مختلف عن البيت وبالتالي يعني هون الطفل مجرد مدخل المدرسة خلاص في قواعد جديدة عم تحكمه حتى بحكي لي ان المسلا المعلمين الجداد هم هون رح يتفاعلوا بطريقة مختلفة عن مين عن 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 البيوبلز اللي هم مين التلاميذ رح يدرسوهم رح يتصرفوا ايش يعني مخترفة عنهم اكيد وبتعلموا حتى المعلمين بتعلموا يعني اكيد 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 المعلم لما يدخل بمجال جديد تمام مش رح يتصرف مع زي ما بتصرفوا الطالب اكيد كمان هو حيتعلم يعني حتى المعلم حيتعلم قواعد جديدة من نين من الناس اللي حواليه هون نقدر نسمي هاد الحكي السكندري اوكي الطفل لما دخل المدرسة الطفل لما دخل المدرسة وهو سكندري سوشيليزيشن تمام فهون هاي ممكن نحكي انه هاد مثال واحد هاد مثال اثنين على السكندري سوشيليزيشن رجع عرف لي اولا نحكي بهاي الفقرة رح يحكي لي يعني ممكن نعتبره تعريف وممكن نعتبره الاشياء اللي بيعتمد عليها السكندري سوشيليزيشن فشو بحكي لي بحكي لي انه السكندري سوشيليزيشن is usually associated with teen ages يعني احنا في مرحلة ايش المراهقة او لما نكبر او and adults يعني ما بعد مرحلة المراهقة and involves smaller changes than those occurring in primary socialization عسان هيك في primary socialization حكينا انه هي الاساس هي اللي انا من خلالها اوش بببني قواعد مع الطفل وبعدين بيصير الطفل يصير فيه تغيرات بسيطة على قيمه تمام فهاي مهمة يعني بتخيل يعني مين الاساس عندي اللي هي primary socialization هون بيصير فين دي تغيرات بسيطة smaller changes such examples of secondary socialization are entering a new profession انك تدخلي مثلا بمحنة جديدة هاي مثال برضو تمام فهاي مهم كمان نحكي هاي واحد اثنين هاي ثلاثة هاي اربعة اوكي مثل teacher لما تروح على الدرس او اوكي فهون هي دخلت في مجال جديد او انك مثلا ترحلي من منطقة من دولة لدولة مثلا من مجتمع مختلف عن المجتمع اللي انت كنت عايش فيه فهون بسميه secondary لانه عندك انك تنتقل لابيقة جديدة او مجتمع جديد هلا رجع اعرف للاثيكس هاي التعريف الثالث اللي بمرق معي بالاثيكس في المحاضرة يعني شفو رح يجيكم السؤال مثلا اربع تعريف للاثيكس والتعريف الخامس مش للاثيكس وتحكي لكم كل الآتي صح بالنسبة لمفهوم الاثيكس ما عدا هلا المهم what's ethics بيجي رجعنا اه بيحكي لك system or code of morals that provides a guide for daily living اه هلا بحكي لي انه هي عبارة عن النظام هذا النظام او بحكي لي انه عبارة عن or code of morals يعني مجموعة من الاخلاق تمام هاي الاخلاق اللي بتكون عبارة عن اذا تتزود ما بتزود لي انه تكون إرشاد لحياة اليومية تمام يعني انا هاي بناء على الاخلاق الموجودة عني بناء على المورز الموجودة عندي انا بتصرف قاعدة بشكل يومي هي بترشدني حتى كيف اتصرف ريليت ستو رايت ان درونج ان ديليليبنج اني قدر احكي هادا الاشي اللي انا بعمله صح اشي غلط وهذا بناء على ايش انا بقرره بناء على الاتكس الموجودة عندي استابلجز برينسبل سفور كوندكت يعني يعني اني اعمل مبادئ لأسلوبي يكون في عندي انا بأسس من خلال الاخلاق تمام انا بعطي مبادئ لسلوكي تمام سلوكي كيف اتصرف يعني هي وسيلة انا من خلالها بقدر اتصرف بطريقة سليمة تمام تعطيني مبادئ للسلوك تمام طيب هلأ سيمبل اونستلي هي اول يعني حكالي انها system وحكالي كيف بتكون هاي system او كيف بتكون هاي الاخلاق لائلي في هون بحيلي سيمبل اونستلي اش يعني يعني اه لو انا فعليا اه ما كنت صادقة يعني اصلا مثال عليها انه انا اكون حدا صادق يعني اكيد اشيء الطبيعي تمام فلو انا ما كنت انسانة صادقة without it without يعني غير ما اكون انا حدا صادق تمام فيعني انا لو حدا ما كنت يعني برجع بعيد وبكرر انه انا لو كنتش حدا انسان صادق رح اللاحز انه احنا في عندنا صار مؤامرات ورح يصير يعني رح يصير الدنيا قلبة فوق بعض زي الحروب والقصص هاي كلها يتحق هلا the same is true for ethics لو انا هذا الشخص ما عنده اخلاق لو هذا الطبيب ما عنده اخلاق لو هو هذا الشخص يعني whatever يعني باي مهنة لو هذا الشخص ما رح يكون رح يكون هاي وسيلة لانه يصير في عندي مؤامرات رح يصير يكون عندي وسيلة لانه الحياة ما تمشي بطريقة كويسة يعني فهي الفكرة تمام تمام هلا بحكيلي انه في عندي بنبلش نحكي عن medical ethics الاخلاق الطبية ومفهومها تحديدا هلا احنا قبل الفتر قبل شوي كنا نحكي عن medical standards المعايير هلا نحكي عن الاخلاق الطبية هون ها يرجع يعرف لي تحديدا مش ال ethics in general هون تعريق مفهوم ال ethics بشكل عام تمام لكن هون لا احنا بنحكي عن الاخلاق بشكل اساسي تمام اه نرجع نكمل هلا medical ethics هون الاخلاق الطبية يعني هون احنا حددنا الاخلاق بناء عمين بناء عمهنة مهنة الطب تمام هلا شو كاتب لي هون تعريف كاتب لي تعريف خلينا نحكي هيك انه medical ethics refers to refers معناته شير الى the system of values common to medical profession يعني مجموعة من المعايير system of values مجموعة من المعايير المشتهرة يعني هاي الشائع لمين للمهنة الطب تحديدا وهاي نعتبرها كلمة مفتاحية يعني انا لما احكي انا اوكي ممكن تشوفي values 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 لكن لما احكيك انا medical profession انا ما بحكي عن ethics بشكل عام انا بحكي عن medical ethics and application of these values اوكي to practice of medicine انه انا اطبق هاي ال values تمام امارسها هاي القيم في حياتي يعني في حياة الطبية او يعني في الحياة العملية هاي واحد ثاني اشي medical ethics it's the standard of behavior يعني هي اللي انا من بناء على medical ethics انا بقدر ايش اتصرف يعني سلوك المريض بيصير هي المعيار الاساسي لسلوك المريض هي المعيار الاساسي تمام لسلوك المريض by which physician evaluate their relationship with patients collagenous and society يعني هي العلاقة الاساسية بناء على medical ethics انا بقدر احدد ايش عندي العلاقة evaluate بقدر اقيم العلاقة relationship مع مين مع مرضى مع مرضى الطبيب اللي هو زملائه والمجتمع بشكل عام بناء على ايش medical ethics ثالث اشي the practice of medicine is rooted in the component of trust فكرة انه انا يعني هلا فكرة اني انا امارس الطب هو اشي موجود is rooted يعني هو موجود من زمان مش اشي جديد تمام ومبني مبني على اي اساس رجعنا كررنا فكرة لتراست لازم انا ابني ثقة على بين المرضى يعني بين بين وبين الاطباء وبين وبين المجتمع فهاي الفكرة هاي بناء طبعا على medical ethics يعني هي راح تساعدني بهذا الحكي هلا اربع patients are entitled to good standards of practice and care from their doctors يعني انا من حق المريض اساسا هاي من حقه من حقه من حق المريض تمام to good standards انه يحصل على معايير كويسة من ناحية التعامل والرعاية من الطباء يعني انا حكيت بالبداية انا مش ما بهمه المريض بس ياخد والله رعاية طبية كويسة لا انا كمان بهم انه يكون عندي معامل كويسة معه تمام اتعامل معه بطريقة كويسة ومع الاسف يعني لما نداوم او نداوم لمرحلة الكليني كان راح تلاقوا انه طبعا هاد الاشي ما بيشمل الجميع بس لاح تلاحظوا انه في اطباء لا يعني يفضل انه لو كان يتعاملوا بطريقة الطف من هيك ولكن يعني هاد الاشي بيرجع للشخص واحنا لازم نتعلم هاي بهاي المرحلة بصراحة هلا بالنسبة لهض الالتخلصنا واحنا حكينا عن طيب نيجي نحكي هلا عن شو العوامل الاساسية او ممكن دي سؤال طبعا دكتورة ايمان بتموت على اسئلة بتموت بتموت فيعني انه كتير رجزوا على فكرة انكم تكونوا حافظين كل النقاط لانه رح يعني ممكن ازا نقطة انت مش حافظها خلص يعني صراحة يعني مش انه ما رح تريح تجاوب بس يعني ممكن تصدف معك وتلاقي السؤال جاي بالنقطة اللي انت مش حافظها فلازم تحفظوا هاي النقاط طيب هلا هلا يعني شو العوامل الاساسية لحتى يكون عندي هون خاصة في من في ايه 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 اي عملية. مش بس يكون عنده مهارات. لا احنا وانا نحكي انه هاد الشخص انه لازم يكون عنده مع مين? مع المرضى? طبعونا هو الكولجينس. اه ايش عندي يعني هاد الشخص برضو لازم يكون عنده او يراعي انه احنا بمهنة. وهاي المهنة تحمل واجبات. فيها التزامات اخلاقية. تمام? فيها التزامات اخلاقية. فهذا الاشي لازم يراعي. معناها مراعاة. تمام? تمام. هاي العناصر الاساسية لحتى يكون هاد الشخص عنده ميديكال اثيكس. طيب هلأ هون بلاش نحكي عنه الطب بشكل عام. شو الهدف من الطب اساسا? هلأ الهدف من الطب انه اول شي بروموت هيلث. انه انا انا يكون عندي صحة. يعني انا احافظ على صحة المجتمع. احاول اساعد انه اه انه المجتمع يكون بحال كويس. يعني فهمتي كيف? طيب هلأ كيف دي امل هاد الشي ممكن عن طريق التثقيب الصحي. مثلا يحكي ابعدوا عن السكريات حاولوا تبعدوا عن مثلا انكم تكتروا ملح بالاكل حتى ما يصير في عندكم ضغط. وا 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 اكيد في يعني هاي الناحية تثقيب الصحي. هاد الهدف من الطب. ثاني اشي امنع حدوث المرض اساسا. كيف دي امنع حدوث المرض مثلا عن طريق التطعيم. يعني مثلا انا قللت من نسبة حدوث الكوفيد مثلا عن طريق ايش? عن طريق التطعيم. ثالث اشي الهدف من الطب انه لو واحد على فرض مرض اجاه عنده كوفيد. بدي اساعده انا وظيفتي كطب او كدارسة مهنة الطب اني اساعده انه ازالة الاعراض اللي عليه. مثلا للاححاق. مثلا هاد الشخص اه الحرارة الى اخره. اني انا اعالج المرض. اساسا. كيف يعني? انه ما يصير اساسا في عندي اه مثلا يعني مثلا احيانا في امراض اه رح تدرسوها لو اقتام. انه ممكن مرضي ادي لها مثلا اعاقة او شلال او كزا. فانا ازا عالجته بالبداية بطريقة صحيحة انا بكون مناعت منع حدوث اللي هي الاعاقة تمام? ليه هون عنا اللي هي عندي اللي بريفنت انت ميلي او النساسي ايدي. يعني اذا انا اقدرت انا هاد الشخص اه اساعده انه اقلم من فرصته بالموت. وظيفتي اساسا يعني كل ما كان عندي علام ومهارات اكيدها طليشي رح اساعد. امبروف فانكشن. امبروف فانكشن انه انا كمان برضو احسن الوظيفة. من خلال مثلا الريهابي ليشنز او الفيسيو يعني هسا نشوف انه منلاحظ مثلا واحد ممكن ينصيبه شلل اوكي وفجأة مثلا عنده الاطراف توقف بطل يقدر يحركها كيف بقدر اعالجه هادا الحكي عن طريق ان يحاوله مثلا لفيسيو ثيرابي او علاج وظيفي او اعمال اعادة تأهيل لها او مثلا شخص اعادة تأهيل كيف يعني نحجد رسوها لقدام انه مثلا بيكون هادا الشخص خلص في جزء مات من جسمه يعني هو هو عايش بس في جزء ايه مثلا بطلت خلص مستحيل تقدر تتحرك كزا فالايش اللي ضل عنده من جسمه شغال منحاول انه ايش نعمل او اللي بنقدر نساعده انه نعيد حركته نحاول نساعد الجزء المتبقى من جسمه فبنقدر نساعده بهاي الفكرة يعني هاي الفكرة ايش عندي انه احنا نحاول نرشد المرضه مثلا اجاني مريض بحاول انه احطه في الصورة كاملة واحاول اواعي يعني تعليم او توعية عن حالته اواعي عن حالته والله مثلا انت معك سكري والله لازم تمتني عن السكر لازم تعمل حمية غذائية لازم كزا لازم كزا البروغنوزز برضو البروغنوزز اش يعني يعني البروغنوزز معناها انه شو المضاعفات اللي ممكن تسير لقدام ماشي فانا لازم اواعي عن هادا الحكي بتريت منت منفت شو فوائد اوكي والريسك يعني لو انت مثلا تابق معناها علاج تمام شو فوائد العلاج لو انت عملت والله مشيت زي ما انا حكيت لك راح يسير معك واحد اين ثلاث وبنفس الوقت راحكي لو انت ما مشيت راح تكون في مخاطر ريسك معناها مخاطر هاي الفكرة قلت لكم راح تتكرر معكم بالطب كتير كلمة انت ما بدك تأذي المريض انت مش هدفك تأذي حتى لو كان المريض مثلا واصل في حالة عصبية وكزا وقاعدة بدك تتحمله وتكون لك طولة بال عليه فهاي يقول ليتها اهداف او الكولز اف ميديسين what are the goals of ميديسين اف ميديسين فهاي بتحفظوها وبتحاول تفهموها لح تربطوا الامور ببعض هلا why ethics become important ليش فكرة انه هيكون عندي اخلاق اشي مهم حسا فيه لنا سؤال قبل كلنا نحكي انه ليش الميديكال ستاندر او الاثيكال ستاندر فوق اول محاضرة ايتيكال ستاندرد مهم كان السؤال ليش مهم انه الاثيكال ستاندرد ادخلها عمهنة الطب هون بيسألني in general هون السؤال general شكل عام ليش ليش فكرة الاخلاق اساسا مهمة مش ندخلها خلينا نفرق بين هدول السؤالين تمام why ethics become important ليش صار اشي مهم لانه بحكي لي انه هلا حاليا هلين امسح اللي كاتبيتو لانه بحكي لي هلا حاليا نواديس كونفلينت او الانترست تمام اه between the government and medical situations between medical institutions and medical personnel اه between physicians and patients are getting more and more serious and complex بحكي لي انه فعليا هلا انا قرعت الجملة هي كاملة بحكي لي انه هون صار في عنا كتير حلق في الفترة الحالية وراح نلاحظ انه في كتير صراعات سوري في عنا كتير صراعات اوكي بين مصالح مين مصالح مثلا الحكومة والمؤسسات الطبية او مثلا مصالح انه هاي في ضدارب يعني مثلا انا مصلحتي هيك ماشية ومصلحتكم هيك ماشية فميتلاحظ لانه مصلحتين مختلفات مثلا كواحد ماشي بطريقة معينة هات الاشي هعمل لي صراعات فعشان هيك لو احنا ما عنا اخلاق او لو ما عززنا فكرة الاخلاق هاي الصراعات رح ينتقدي لاشياء كتير كبيرة يعني كتير اشياء يعني بتصير على يعني دائما نعرف المشكلة بتبلش صغيرة وبعد هنا بتكبر هلا بكي لي انه هون اي حكينا احنا وين عنا الميديكال بين المؤسسات اساسا الطبية والميديكال اللي هي مين عندي المصالح الشخصية او الاطباء نفسهم مع يعني ممكن كمان يكون مصالح مثلا الطبيب بدي ماشي مصلحته احنا حكينا انه اهم اشي مصلحت المريض واضح اشي بعملي يعني صراعات كتير واضحة تمام لانه ماشي عمصالح مصالح كل فئة يعني او كل جهة هلأ هاي هاي هون شو بحكي لي هاي تكنولوجي انه هاي الفكرة هون ما في اشي مهم بس انه فكرة انه هسا في زادت خطورة انه يصير في عندي اه صراعات بسبب كل واحد له اهتماماته او له مصالحه يعني احنا بنعرف احنا قاعدين قاعدين بمجتمع متطور او لو عليها التكنولوجيا عنا قاعدة عم تتطور وهذا الاشي عم يعطيني هاي تكنيكس عم تجيني هاي تكنولوجيست هادا اشي حلو من جانب ان هو مثلا بيعطيني امل انه احنا بنقدر نعالج المرضى ولكن بنفس الوقت هادا الاشي بيعطي يعطي يعني يعطي عبق مالي على الدولة يعني الدولة اللي بتتوفر هاي التكنولوجيا اللي قاعدة عم بتصير هادا يعني عبق مالي عليها فشوفوا كيف انه صارت في يعني احنا مصلحة المريض مهمة والطبيب ونفس الوقت الحكومة عليها عبق فكيف في المصالح صارت وتضاربة هالا the ethical dilemmations of high technology, medicine, brain death organic transplantations and concerns about the quality of life have become plus зн litres يعني فعليا هلأ هن بحكي لكم ايش الفكرة بهذا السلايد هلأ شو بيحكي لي هاد السلايد بيحكي لي انه انا بعليا عندي ايش اسمه موت الدماغ نعرف الموت السريري تمام هلأ بيحكي لي انه انا مثلا لقدام هلأ لو انا ضلت حاط هذا الشخص على التخط وبس معيشه على الاجهزة تمام هو هلأ في قلبه شغال وكل اشي بس دماغه مش شغال فو ضل عايش للاجهزة طب شو نوعية الحياة اللي بده يعيشها يعني يعني بس نايم على التخط وهيك هلأ هون في فكرة فبيجي بيحكي طب احنا مثلا نشيل عنه هاي الاجهزة ولا يتركها طب ما هو هذا التخط ممكن يكون في مريض تاني احق فيه فهون مين بتدخل بهاي القرارات فكرة الاثلاق يعني اخلاق المستشفى اخلاق المريض اخلاق الطبيب مثلا او اللي حياخد هذا القرار فهون هاي في الاثيكال دينما يعني فعليا انه بسير عندي فيه اشياء اخلاقية انه هل منها طب هل من ناحية شرعية هذا الاشي بسير ولا لا فهاي فيه عندي معضلات اخلاقية ممكن انها تأثر على على القرارات الطبية او حتى مثلا لما يصير في عندي تكنولوجيا كتير عالية يعني مثلا لو قدام رح يصير في عندي هل هذا الاشي يجوز هل هذا الاشي بسير مثلا من ناحية شرعية من ناحية اجتماعية طبعا الارغان ترانسبلنتيشن خدوها على يعني مجال واسع فهي اصلا تكنولوجيا ظهرت جديدة وهي التكنولوجيا اللي ظهرت جديد رح يدخل فيها المعضلات الاخلاقية يعني رح يدخل فيها هل بسير او ما بسير وهي القرار رح تعتمد على ايه رح تعتمد على عادات المجتمع نفسه على اخلاق المجتمع نفسه اه وعلى الجوانب الدينية والاصص كلايتها هلأ طبعا الاصص اللي حقناها فوق يعني القواعد او العناص اللي حقناها فوق تمام هلأ هون شو بحكيلي بحكيلي وحكينا يعني هاي التطورات اساسا يعني صارت لحت احنا يعني نحاول نوفر للمريض حياة يعني حتى نحاول نوفر يعني جودة اللي ممكن المريض يعني ياخدها بعد ما بعد ما يخضع لهاي العلاجات الحديثة وكمان بنفس الوقت احنا ناخد من ناحية اخلاقية فهذا اشي كله يتو بيعتمد على مين بيعتمد على الاخلاق او رح يدخل في فكرة الاخلاق مست بي ديفلوبت هلتشبه كيلي انه احنا فعليا انه هلأ كونه احنا صار فينا تطور جديد تمام من ناحية الميديكال سيرفايس سيرفايس سوري سيرفايس اه ميديكال سيرفايس تمام من ناحية تطبية كونه صار فينا في الميديكال سيرفايس فمعناته لازم حتى الهلا احنا احنا حكينا الاخلاق موجودة من زمان بس برضو لازم سير في تطور يعني لازم نطور من هاي المبادئ نطور من هاي القيم نجدد انجددها نحدث عليها كونه العلم قاعد عن بتحدث برضو اكيد هاي الاخلاق بدها تتحدث او هاي القيم رح تتحدث فهاي الفكرة الفكرة انه هاد القانون الجديد او هاي مثلا السيستم الجديد اللي اللي بدنا نحطه من ناحية اخلاقية لازم يتداخل مع ايش مع التعادات الطبية التقليدية لأساسا موجودة من زمان زائد ايش المودرن برينسبلز ان فالوز زائد الاعادات الجديدة يعني لازم يكون في عندي سيستم يجمع بين المين بين العادات الطبية القديمة والعادات المودرن الحديثة والمبادئ الحديثة بناء على شو طبعا بناء على التطور اللي قاعد عم بيصير عندي فهذا كل ييتو بيحكي ليش مهمة اول شي قللي عشان احنا نحاول نجاهل هاي الصراعات اللي بتصير بين الاطباء اساسا او بين القطاعات الطبية والحكومة تاني اشي عشان احنا هلأ ازا ما قدنا نحل الامور يعني بطريقة يعني اخلاقية هذا الاشي رح يصير في عندي صراعات نتيجة انه هسا في عندي تكنولوجيا جديدة عالية وبنفس الوقت هذا الاشي عندي يعتبر على على الحكومة تمام رح يطيعب اقتصادي كتير عالي فمن خلال من طريقة الاخلاقية ممكن احنا نقدر نتصرف ممكن نقدر الحل الامور ممكن نقدر نقلل الصراعات تالت اشي قال لي انه من ناحية ايش من ناحية انه انه هسا فيه تكنولوجيا جديدة اه المعضلات الاخلاقية رح تدخل في الموضوع رح نستطيع نحكي هذا الاشي بيصير او ما بيصير رابع اشي انه احنا لازم نطور بين الاثكس كيف يعني نطور يعني عادي احنا الحياة هو موجودة من زمان بس اكيد كل عصر له يعني اه له تحديثاته رح يكون فيه اشياء جديدة قاعدة عم بتصير فيه تمام وبالتالي احنا لازم نعمل سستم جديد هاي this is a new code لازم يكون متداخل بين مع المبادئ الحديثة والقيام الحديثة تمام هلأ هون نحكي شو الهدف من الميديكال اثيكس اهداف الايمس مش why medical ethics is important هديك سؤال وهي سؤال هلأ بيحكي لي انه الايمس of medical ethics to teach physicians to recognize the humanistic and ethical aspects of medical careers هون الهدف لما انا يكون عندي اخلاق او الاخلاق الطبية الهدف منها ان اتعلم للطبيب اتعلم للطبيب اوكي اه شو يعني انسانية شو يعني احنا احنا قبل ما نتعامل انا كطبيبة لازم اتعامل بانسانية مع المريض هاي واحد وهذا اشي بيجي عن طريق مين عن طريق الميديكال اثيكس برضو اني نعرفه على الجوانب الاخلاقية لمهنة الطب اساسا يعني هزا اكيد في مثلا يعني كل مهنة لها جوانب اخلاقية مثلا انا لازم اتعامل بهاي الطريقة لازم هذا الموضوع مثلا يكون معي حدفي لازم كزا بهاي الطريقة فهي لازم انا من خلال انا بقدر اتعرف على الجوانب الاخلاقية لمهنة كطبيب هلأ يعني هون احنا بدنا نرجع ناكد من خلال ميديكال اثيكس لما احنا نضلنا نعيد ونزيد في الموضوع ونضلنا يعني اننا نحكي ننشئ الاطباء على فكرة انه في اشي اسمه انا هيك بخلي بساعد الاطباء لحتى يعملوا يعني انا من خلالهم بخليهم يأقدوا وعن جد يطبقوا انهم يطبقوا الاخلاق الطبية اللي عندهم والشخصية بطريقة واقع بطريقة عملية يعني فهمتوك تمام هلأ احنا هون من خلال هاي الفكرة احنا بدنا نزود الاطباء باساس المعرفة الفلسفية والاجتماعية والقانونية انتو بعد هاي المادة رح تصير عنكم فلسفة صح عن جد يعني من ناحية اجتماعية حتى رح تصير عنكم فلسفة من ناحية قانونية شو القانون بسمح لي وشو القانون بيعطيني حقوق شو بيعطيني واجبات فهي تأكيوب يعني احنا منحضر الطبيب لحتى يكون عنده اساس من ناحية فلسفة او من ناحية اجتماعية او حتى من ناحية يعني يكون عنده معرفة اه قانونية ورضو احنا من خلال هاي الفكرة او من خلال الميديكال اتكس احنا من نجعل الفيزيياشنز او منساعد الفيزيياشنز لحتى يوظف هاي المعرفة اللي عنده من ناحية اجتماعية واخلاقية في في المنطقة الاجتماعية يعني يمسك كل المعرفة الاجتماعية عنده والله هذا المجتمع مثلا أنا بدأ روح أتضرب بمكان معين والله هذا المجتمع بناسبه عندهم أفكارهم مثلا فأنا لما يكون عندي معرفة بأفكار هذا المجتمع أنا بعرف شو أعمل شو أتصرف مثلا فهذا إشي رح ينطبق على إيش إنه أنا هون الهدف أني أنا أجهز الصغار اللي بأعمار الصغيرة تمام بالمعرفة إن أنا هون بجهزهم منهم أعمارهم صغيرة بالمعرفة اللازمة من ناحية طبعا إيش من ناحية إيش من ناحية طبية من ناحية أخلاقية تمام إني أجهزهم بهاي المعلومات with character and skills required to practice good medical care عشان يقدموا أحسن ما عندهم من ناحية طبية يعني لو كان شخص مش جديد عفكرة إنه لازم يكون عنده medical ethics أكيد ما رح يتغلب وهو كبير بالعمر وهو يطبق هاي الفكرة بينما لو هو لما نشأ من أول ما دخل والله كلية الطب وكل ما بيكبر سنة هو قاعد عم بتعلم من ناحية طبية كويسة وبنفس الوقت من ناحية أسلوب من ناحية أخلاق طريقة كويسة ويقدر يدمج ميناتهم هذا الاشي رح يعطيني good medical care الهدف العام بشكل عام من medical ethics برضو أني أنا أزيد الوعي بالقضايا الأخلاقية معناها زيادة الوعي لحتى أساهم يعني لأنا في قرارات لقدام رح تشوفوها أنه مثلا الطبيب خلينا نحكي بالمشنمع العربي لقدام رح تشوفوا أنه مثلا طبيب دكتور ذكر نحكي تمام بدخل مثلا عند في قسم النسائية مثلا فهنا لما هو يكون عندهم مثلا المريض عنده واعي من ناحية أخلاقية تمام والطبيب برضو عنده واعي من ناحية أخلاقية يعني كل واحد عارشه إله وشو عليه هذا الاشي رح يسهل أنه يكون في عندي قرارات clinical decision making يعني قرارات سرية يعرف الطبيب شو بدي يتصرف من ناحية طبية والمريض حيعرف كيف يتصرف من ناحية برضو من ناحية طبية فإحنا دمجنا بين فكرة medical ethics وفكرة clinical decision making يعرف كيف يأخذ القرار مثلا أنا والله رح أدخل عند هاي المريضة ولازم يكون معي مثلا مرافق لح تدرسوها لقدام لازم يكون معي مرافق هلا هذا الاشي بيجي من وين بيجي من الأوانس وعي الطبيب أنه أنا بالmedical ethics بالأخلاق الطبيب وبنفس الوقت ممكن المريضة تشتحكي للطبيب والله أنا لازم يكون معك مرافق فهي بيكون عنده كمان وعي وهذا الاشي رح يسهل علي اوكي تو هيل اني clinical decision making مسهل علي اني أنا كيف أتصرف مع المريضة وأتعامل معها ومن هاي الحكي وكيف أخذ قرارات هاي بالنسبة لمن بالنسبة لأهداف medical ethics طيب هلا البيسيك رايتس اوكي and ethical duties اوكي البيسيك رايتس and ethical duties شو الواجبات رح نحكي عنها الواجبات أو الحقوق الأساسية اللي بنا نحكي شو حقوقي كإنسان أنا كإنسان شو حقوقي إني أو أساسا يتوفر لي رعاية صحيحية access to healthcare مع الأسف هلأ في دول خاصة دول اللي فيها حروب الهيلتكير عندهم محرام يعني سيء جدا فهي مش من حقوقهم يعني هم من حقوقهم منهم يوصلوا لهيلتكير كويس right to non-discrimination الفكر إنه عدم التمييز non-discrimination معناها عدم التمييز أحاول تكتبوا معي هون لأنه مش حددين مش حطين الشرح فيها right to privacy and confidence زي ما أحكيت لكم أنا عندي خصوصية مثلا أنا كطبيبة مثلا عندي مريض ما بصير أروح أحكي كل خصوصيات المريض أو حتى حالة المريض إلا إذا فيه مثلا قوانين معينة ما بصير لازم حقي أنا يكون في عندي privacy وبرضو حقي كمان and confidential اللي هي إيش